قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب سبعة وثلاثون في غارة ناجوية على قرية بمنطقة تيجري شبالي أثيوبيا يأتي ذلك تزامنا مع أعلان تأجيل محادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيجري لأسباب لوجستية هذا وكان من المقترح إجراء المحادثات في مطلع الأسبوع القادم وقالت الحكومة الأثيوبية وقوات منطقة تيجري الأربعاء الماضي إنهما قبلت دعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات في جنوب أفريقيا والتي ستكون أول مفاوضات رسمية بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في نوفمبر من عام 2020 المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أديسة بابا مراسل العربي زاهد الهراري أهلا بك زاهد إذن تأجيل لمحادثات السلام التي كانت مزمعة في بداية الأسبوع المقبل والحديث عن أسباب لوجستية هل من توضيح لطبيعة هذه الأسباب وهل من موعد جديد تم تحديده لا يوجد أي موعد جديد لهذه المباحثات التي ترقبتها الشوارع الأثيوبية والشعب الأثيوبي بصفة عامة وبصفة الخاصة الشعب المتضرر من هذه الحرب في العامين الماضيين ابتداء من نوفمبر 2020 في ثلاثة أقاليم وهي إقليم تيجراي وإقليم العفر وإقليم الأمهرة هذه المناطق التي يعانت الكثير من هذه الأزمة كانت تنتظر الكثير من هذه المباحثات ولكن أجلت لأجل غير مسمى وكان أهم الأسباب أو السبب الرئيسي فيها في تأجيلها كما قالت المفوضية السامية للاتحاد الأفريقي أن المشكلة هي مشكلة لوجستية وهي المعضلة التي حصلت الآن اللوجستية وهي في تنقل قادة قوات جبهة تحديد تيجراي من خروجا من الإقليم هل يأتون إلى العاصمة ثم يرتحلون من العاصمة إلى جنوب أفريقيا أو يتكون هناك انتقالات مباشرة من إقليم تيجراي بالتحديد من حاضنتها وعاصمة مدينة مقلي إلى جنوب أفريقيا لا يوجد أي تبرير حتى الآن واليوم سمعنا مؤخرا على حسب تلفزيون تيجراي الرسمي أنه كان هناك قصف جوي على قرية تبعد حوالي 30 كم من حاضرة تقليم تيجراي مدينة مقلي ولكن حتى الآن لا قوات الدفاع الرسمية الفدرالية الأثيوبية ولا مكتب الاتصال الحكومي ولا حتى مكتب رئاسة الوزراء لم يدلوا بدله في هذه المسألة فالمعضلة في هذه الأزمة في إثيوبيا رولا أن المعلومات شحيحة جدا شكرا لك مراسل العربي من أديسة بابا زاهد الهراري على كل هذه التفاصيل شكرا لك